ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد أهل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتهادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم في قصر القضيبية في بداية الاجتماع أكد المجلس أهمية الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي بحث خلالها جلالته مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبول تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بعدها هنأ المجلس معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمناسبة منحه وسام رواد التنمية من قبل البرلمان العربي تقديرا لإسهاماته وعرفانا بمبادراته القيمة في مجال التنمية على المستويات الوطنية والعربية مؤكدا المجلس أنه تكريم مستحق لأحد رجالات المملكة الذين قدموا الكثير من أجل نهضتها وتقدمها وله بصمات واضحة في مختلف مواقع العمل الوطني بعد ذلك أشهد المجلس بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة بالدور الفعل الذي تطلع به المؤسسات الإعلامية المحلية والكوادر الوطنية العاملة في الصحافة والإعلام معربا عن شكره وتقديره للصحافة الوطنية على دورها في أداء رسالتها النبيلة في خدمة أهداف مسيرة التنمية الشاملة بعدها وبمناسبة يوم العمال العالمي نوها مجلس الوزراء بالجهود التي توالي بذلها الكوادر الوطنية في مختلف مجالات العمل وما سطرته من قصص نجاح ملهمة في مختلف الميادين شاكرا ومقدرا عطاء وإسهامات أبناء الوطن في مختلف مواقع العمل وحرصهم الدائم على الإنجاز والتميز بعد ذلك قرر المجلس مايلي الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة التنسيقية بشان عدد من الإجراءات التي تسهم في تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل المادة 20 من قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون البلاديات والزراعة ومجموعة تدوير بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية حول اتفاقية بشأن الخدمات التعليمية بين جامعة البحرين وجامعة بوستن بالولايات المتحدة الأمريكية مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على ثلاثة اقتراحات برغبة وثلاثة اقتراحات بقانون مقدمة من مجلس النوابة بعدها استعرض المجلس المذكرة المرفوعة من معالي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني حول الاستعدادات الاستباقية للتعامل مع هطول الأمطار المتوقع خلال الأيام المقبلة ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي نتائج الزيارة الرسمية لسعادة وزير الأشغال إلى المملكة المتحدة المشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيرات الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين في مايو 2024